دعما لإضراب الحرية والكرامة الذي يخوضه الأسرى للفلسطينيون في سجون الاحتلال الصيوني شهدت المدن الفلسطينية اليوم إضرابا شاملا تخلى له مسيرات قاضبة ووقفات احتجاجية تعال المشاركون فيها إلى تقديم الدعم للأسرى حتى نيل حقوقهم وتحقيق مطالبهم العادلة عمل إضراب الشامل كافة الأراضي الفلسطينية تضامنا مع الأسرى داخل سجون الاحتلال لا سيما بعد أن دخل إضرابهم المفتوح عن الطعام يومه الحادي عشر وسط تعنت إدارة السجون ورفضها تلبية مطالبهم العادلة وجابت مسيرات غاضبة ووقفات احتجاجية المدن والمخيمات الفلسطينية في ظل تأكيدات على تدهور صحة بعض الأسرى ونقلهم للمستشفيات يأتي ذلك في ظل تعنت إدارة السجون الصيونية التي تنتهيك حقوق الأسرى بالعزل ونقل غيادات الأسرى من السجون في محاولة لوقف الإضراب وتوحدت الفصائل الفلسطينية في الميدان خلف معركة الحرية والكرامة التي يخوضها الأسرى داخل السجون الصيونية مؤكدة أن الإرادة الفلسطينية ستنتصر على جبروت السجان الصيوني وسط دعوات بزيادة الدعم والإسناد للأسرى المضربين ويخوض ذو الأسرى مع أبنائهم معركة الحرية والكرامة بالإعلان عن الإضراب المفتوح عن الطعام حتى نيل حقوقهم وتحقيق مطالبهم العادلة في ظل تصاعد الزخم الجماهري الداعم لإضراب الأسرى الفلسطينيين بشكل يومي مع دخول أعداد جديدة من الأسرى في الإضراب وفي شأن الفلسطينيين آخر أعلن البنك الدولي اليوم أن النقص المستمر في الوقود والبنى التحتية غير الكافية في قطاع غزة تتسبب بأزمة إنسانية للفلسطينيين المقيمين في قطاع غزة وفي تغرير النشر قبل مؤتمر دوليين للمانحين لسبوع المقبل أكد البنك أن المساعدات الدولية وحدها لا تستطيع انقاذ الاغتصاد الفلسطيني الراكد دون تغييرات عملية وتعاون من سلطات الكيان الصهيوني وتتوقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في الغطاء عن العمل غالبا بعد نفاذ الوقود لمولداتها وتقوم بتغني الكهرباء بأربع ساعات يوميا وأكدت مارينا ويس مديرة مكتب البنك الدولي في الضفة الغربية وغطاع غزة أن نقص الكهرباء يؤثر على المستشفيات والعيادات وأمدادات المياه وخدمات حيوية أخرى بالإضافة إلى الاحتياجات المنزلية